موريتانية سنغالية في روسو تهبط بأحلام بناء جسر الإخاء من الأفق إلى الأرض لتخرج هذه الاستقبالات مفعمة بمشاعر وعبارات الفرح إلى ضفة النهر من الجهة الموريتانية ضمن موكب شق الصفوف المشاعر مشاعر امتزجت فيها لغة الفرح بهذا الجسر بلغة الفرح بوصول رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني ورئيس سنغال السيد ماكسال هذا الضيف الذي تم إكرامه لدى وصوله إلى خيم التظاهرة بأربعة جمال التحفت ألوان العالمين الموريتاني وسنغالي وجهزت رواحلها أحسن تجهيز تعبيرا عن مواصلة رحلة التعاون وحسن الجوار رحلة سيمكن جسر روسو الجديد من تسريع وترتها الحفل كان مناسبة أيضا لتبادل الخطب بين الرئيسين الذين تحدثا عن أهمية هذا المشروع لكونه يشكل نقطة تحول مهمة في مجال التعاون الأخوي بين البلدين كما شكل الحفل فرصة عبر من خلالها المنتخبون عن وافر الترحيب والامتنان لاختيار روسو مركزا لبناء هذا الجسر فيما تبادل ممثل الهيئات المانحة الإفريقية والأوروبية على منصة الخطابة متحدثين عن أهمية هذا الجسر وما يمثله لكونه سيشكل حلقة وصل متبادل ستعود بالنفع على البلدين وعلى المنطقة بأسرها ليتم اختتام هذه الفعاليات بوضع حجر الأساس لجسر الإخاء من طرف رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني ورئيس الجمهورية السنغال سيد ماكسال إنها أول لبنت لمشروع يعول عليه بعد اكتماله عام 2023 في المساهمة بتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية في المنطقة